السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وخير النهاردة راجعلكم فيديو انما ايه من الاخر على الاخر حلو جدا من الحلويات اللي كلنا بنحبها ومنعشقها في شهر رمضان وطول السنة كمان حلو من الحلويات الشرقي الاساسي في بيوتنا كلنا هنعمل النهاردة مع بعض بلح الشام هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير على الشعر ومزبوطة جدا هيفضل ما ارمش معاكي اطول فترة ممكنة بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي بسرعة حطيلي لايك للفيديو واشتركي في قناتي لو لسه مشتركتيش ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على حبيب المصطفى عليها افضل السلام والسلام نسمى الله ونشوف الطريقة والمقادير اول حاجة هبدأ بيها هي الشرباط شرباط بلح الشام بيكون شرباط تقيل الكوباية دي هعير بيها كل حاجة يعني هعير بيها حاجة هعير بيها كل حاجة ما غيرش الكوباية مقادير الشرباط 4 كوبايات سكر 4 كوبايات مية برفعهم على نار متوسطة لحد ما بيغلي معايا بعد ما بيغلي بياخد عصير نص لامونة وبعدين بسيب ويغلي لمدة 8 دقايق على نار متوسطة بطفع عليه النار وبديله رشا من الفانيليا وبركينه لحد ما بيبرد لازم يكون بارد معايا بعد كده هبدأ اعمل في بلح الشام معايا هناك كبايتين ونص من المية 3 اربع كوبايات زبدة على زيت معايا كمان 3 كوبايات ونص من الدقيق عليهم 3 معالق كبار من النشا معايا فانيليا وهناخد كمان 6 بيضات بس انا مكنتش حطاهم هنا قلتهم بعد كده ان شاء الله معايا هنا معلقة كبيرة سكر ورشة ملح وفانيليا زي ما اتفقنا علشان خاطر البيض هيكون معايا 6 بيضات الدقيق ده الدقيق مان الدقيق ده نص كيلو بس انا حبيت اعيره بالكوباية علشان هنعير المية بالكوباية تمام؟ يعني الدقيق 500 جرام اول حاجة عملتها رفعت كوبايتين ونص مية على النار وحطيت فيهم الكوباية اللي ربع زيت على زبدة ورشة الملح والسكر وهحط فيهم نص كمية الفانيليا تمام؟ نص كمية الفانيليا هحطها دلوقتي والنص التاني بحطه مع البيض انا هنا عايزة الدقيق نفسه ياخد نكية الفانيليا وكمان في المرة التانية الفانيليا هتمنع معايا زفارة البيض بعد ما غليوا معايا على النار اول ما بيغلوا بهدي النار فورا علشان المية متقلش او تتبخر معاكي بعد كده بضيف عليهم الدقيق بنخلوا كده عليهم بالشكل اللي احنا شفنا ده وبهدي النار في الوقت ده وبفضل اقلب في الدقيق لحد ما بيستوي معايا وبيكون كتلة واحدة هتلاقيه كله لم معاكي وكل ما يلمي فتحي فيه وقالي بيه مرة كمان لحد ما تلاقيه كله كون معاكي وبقى كتلة وكرة ونعمة زي ما احنا شايفينها كده بصوا نعمة قد ايه اهي نعمة وطريعة الاخر هفتح بقى العجينة هطفي عليها النار طبعا وهفتحها كده لحد ما تبرد هسيبها حوالي آآ خمس دقايق لو انت ما عندكيش مضرب تقدر تسيبيها لحد نص ساعة لساعة لحد ما تبرد معاكي المهم تكوني مغطيها آآ بحاجة قطن يعني فوطة شاشة انا كنت بستعجلة فبردتها في المضرب معايا بعد كده بدأت اضيف عليها البيض بيضة بيضة يعني ايه يا امان بيضة بيضة يعني بضيف اول بيضة مع الضرب واول ما بتختفي معايا في العجينة بضيف البيضة التانية بفضل اضيفهم بيضة بيضة كده بالشكل ده وبضيف معاهم كمان الفانيلي علشان زفارة البيض تمام النص كيلو دقيق اخد معايا ست بيضات عايزة اوريكوا شكلها بصوا ده كده شكلها بعد اضافة اربع بيضات لسا زي ما هي عجينة تقيلة معايا انا عايزها تكون كريمية شويتين بصوا باخدها كده بقى بعد ما ضيفت اربع بيضات لميت الجناب وجبت اللي تحت فوق علشان خاطر الحتة اللي ما طلهاش بيض يبقى فيها بيضة وهضيف كمان البطين بعد كده بيضة بيضة تمام هوريكوا بقى قوامها بيبقى عامل زي قوامة كريمة كده بس كريمة متقيلة شويتين او زي قوامة جينة البتيفور بصوا عاملة ازاي مش مسكة معايا نزلت من المضرب بمنتهى السهولة هديها بقى كده ضربة اخيرة خلاص كده بقت جاهزة معايا بقى هبدأ المها شايفين طرية وحلوة قد ايه بصوا بقى انا هستخدم قلب البلة دي اللي هي وردة بس خطوطها كتير شوية علشان تبرز معايا النقشة كمان الكيس اللي انا هستخدمه كيس حلواني بلاستيك عادي خالص بس الفرق ان انا هدهن الكيس من جوا زيت علشان العجينة تجري معايا في الكيس وما تقطعوش بعد كده بكون محضرة زيت بارد عادي خالص وببدأ كده اشكل العجينة بتاعتي بس احاول اوسطا ايدي وخليها كلها قد بعضها انا بقصها زي ما احنا شايفين كده بالمقص ببل المقص في الزيت وبعد كده ببدأ اقطع العجينة بيه يعني سهلة جدا بصوا كمان لما دهنت الكيس بتاع البتيفور اسفى كيس اللي فيه العجينة انا معلق معايا بتيفور لما دهنت الكيس اللي فيه العجينة زيت بقى سهل معايا بينزل بسهولة كيس ما تقطعش ومعا انه كيس بلاستيك عادي خالص يعني كيس حلواني عادي خالص بعد كده بقى رفعتها على نار متوسطة لحد ما الزيت بيسخن معاكي وبعد كده بتهدي النار تمام؟ خلينا متفقين على كده درجة الحرارة في الاول بتبقى متوسطة اول ما يقب معايا كده ويطلع لفوق بهدي النار وبكمل سواه على نار هدية الشربات بتاعه بيكون بارد لما اجي اعمل بقى الطاصة التانية اللي هقليها لازم 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 اخلي الزيت بتاعي يبرط ما ينفعش اضيفي تقطيع تاني والزيت بتاعك سخن هيبوز معاكي وكمان الزيت هيفور ويبادل الكلب تجاز شايفين بقى على نار هدية النقشة بتاعته مراحتش حلو جدا كان نفسي اسمعكو صوت الارمشة بس الولادة عندي كانوا عاملين زي طلية في المطبخ كانوا عايزينه بأي تمن فكان نفسي اسمعكو بجد صوت الارمشة قدي ايه متماسك وقدي ايه حلو وقدي ايه جميل جدا بصي بقى كده في الاخر افضل يقلبي فيه يمينه وشمال يمينه وشمال لحد ما تلاقيه يلون كله مع بعضه نفس اللون يعني ما تبقاش ناحية لونها فاتح وناحية لونها غمي الشربات بتاعي كمان جاهز وتقيل ويكون بارد معايا شايفين عامل ازاي وقوامه عامل ازاي زي العسل الابيض بالزبط بخرج بقى بلح الشام من الزيت وبحطه في الشربات البارد على طول بارد يعني ايه امان بارد مش يعني سائع بارد اللي هو بدرجة حرارة المطبخ تمام بسيبه قد ايه في الشربات نخلي بالنا علشان بلح الشام بيشرب بيشرب شربات كتير جدا فما تحاوليش تسيبيه اكتر من 40 ثانية يعني ما يكملش دقيقة معاك في الشربات تمام شايفين حلو قد ايه ما شاء الله طلع معايا الكمية قد دي مرتين كمان لان عندي ما شاء الله اللي كان بيطلع كان بيتاكل والله العظيمة كان بيقعد دول اخر طاستين قلتهم ما شاء الله ندوس كيلو يعمل كتير جدا ممكن يعمل معاك بشروع كمان تعالوا بقى نقطة واحدة ونشوف قلبها من جوه عامل ازاي شايفين حلو قد ايه بصوا بقى من جوه قد ايه هشوا ونفرغ عامل زي الاكلير بالزبط وطعمه لا يقوم جربوه ان شاء الله يعجبكو ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير مع السلامة شكرا